كرام العدد جديد ومتجدد من حديثها الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء عنونت في صدر صفحتها الرئيس تبون رسم الرابع أوت يوما وطنيا للمؤسسة عرفانا بدورها الجيش الشعبي من الثورة المجيدة إلى الجزائر الجديدة وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول جيش ولد من رحم معاناة شعب جزائري كبدأ اضطهاد محتل جثم على صدره لأزيد من قرن فكان ارتباطه وثيقا بمكونات هذه الأمة فصار من الطبيعي أن يدعى بالجيش الوطني الشعبي وهو ما يبرر كونه الجيش الوحيد في العالم الذي لم يؤسس بمرسوم على غرار الجيوش الأخرى وأضاف المقال فكان لزاما أمام هذا التحول أن يواصل أفراد جيش التحرير معركة البناء التي فرضت حتمية صياغة عنوان جديد لهذه المؤسسة الوطنية المتشبعة ببعدها الشعبي وتسميتها مباشرة بعد الاستقلال أي بتاريخ الرابع أوت 1962 بالجيش الوطني الشعبي إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت في الشأن الصحي في مقال تسجيل 80 إصابة بالدفتيريا في تمنراست حيث سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء 80 حالة من بينها 16 حالة مؤكدة بالخناق الدفتيريا وفي الولايات الجنوبية وأفاد بيان الوزارة أن أغلبية الحالات المسجلة تعود لرعاية أجانب من دول مجاورة غير ملقحين يعيشون بضواحي مدينة تمنراست وبشرة الوزارة بعملية التلقيح لتشمل أكثر من 10 ألاف شخص مشيرة إلى أن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي لعدم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام وبالنسبة للإجراءات المتخذة لتفادي انتشار المرض قالت الوزارة أنه يجب أن يتكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية على أمثال وجه وإنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية وتعزيز المراقبة بالإضافة إلى إجراء تحقيقات حول الحالات يقول هذا المقال إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنوانت في صدر صفحتها الجزائر ستكون الصوت المخلص لتطلعات إفريقيا في مجلس الأمن وجاء في تفاصيل هذا المقال معبر عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حيث عن يقينه بأن الانتزام المشترك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيرته التنزانية سمي صلح حسن وما قطعه البلدان تحت قيادتهما من خطوات هامة وثابتة في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية من شأنها أن تشكل الضمان الرئيسي لإضفاء حركية جديدة على مسيرة التعاون بين الجزائر وتنزانيا وأشار عطاف كلمته إلى أن ما تشهده القرى من تحديات متزايدة يفريضها اتساع رقعة الأزمات التي امتدت مؤخرا إلى جمهورية النيجر الشقيقة والجارة لتعقد الأوضاع الهشة أصلا في منطقة الساحل الصحراوي برمته تستدعي منا مزيدا من التشاور والتنسيق لترسيخ التوافقات الاستراتيجية القائمة في مواقف بلدين حول ضرورة تفعيل حلول إفريقية أصيلة للمشاكل الإفريقية مهما بلغت صعوباتها من دقة وحساسية وتعقيد إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا الفريق أول شنغريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفيسكي بضواحي العاصمة موسكو حيث وزار الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس يقول هذا المقال القاعدة الجوية جوكوفيسكي بضواحي العاصمة موسكو وذلك خلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية للفريق أول سعيد شنغريحة إلى فيدرالية روسيا وكان الفريق أول مرفوقا بديمتري شوغايف مدير مصلحة التعاون العسكري لفيدرالية روسيا حيث عين بعض أنواع الطائرات العسكرية كما اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري بعد ذلك تنقل الفريق أول إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران حيث عين مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران يقول هذا المقال عنوان آخر على موقع النهر أونلاين نقرأ فيه غلق أكثر من سبعة ألاف محل ومئة وستة ألاف متابعة قضائية هذه آخر حصيلة قمع للغش وكشفت وزارة التجارة أمس الأربعاء يقول هذا المقال عن آخر حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية بسودسي الأول لسنة 2023 كما أصفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السودسي الأول لسنة 2023 على تسجيل مليون ومئة واثنين وعشون ألف وستة مئة واثنين وتسعون تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 111 ألف وتسعمائة وثمانية وعشون مخالفة وتحرير 106 ألف وخمسمائة وعشرة محضر متابعة قضائية في حين قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بواحد فاصل مئة واثنين وثلاثين مليار دينار جزائري واقتراح غلقي 7380 محل تجاري كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ 30.21 مليار دينار ورفض دخول 317 حمولة على مستوى المعابر الحدودية إلى موقع الجزائر الآن الذي عنونات توقيف خمسة مشتبهين فيهم بشأن حرائق الغابات في عين الدفلة حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف خمس مشتبهين فيهم بشأن حرائق الغابات في عين الدفلة المعنيون متابعون في قضية الإضرام العمدي للنار في ممتلكات غابية يقول المقال وقال بيان للدرك الوطني يضيف أنه تم إداع شخص الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية إلى موقع الإذاعة الجزائرية التي عنونت وزارة الثقافة تعلن افتتاح التسجيلات لمصدر مهني لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها حيث أعلنت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها عن افتتاح تكوين في المصدر المهني في تخصص حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها للسنة الجامعية 2023-2024 لفائدة خريجية التخصصات الفنية أو الجامعية المستهدفة ويمكن هذا التكوين ما بعد التخرج الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية بتي بازا من إطلاق ثلاثين منصب شاغر وتمتد أجال التسجيل من الثامن أوت إلى الواحد وعشرون سبتمبر 2023 كما يتم الانتقاء للالتحاق بأقسام هذا المصدر المهني عن طريق مسابقة على أساس الشهادة وحسب الاستحقاق بعد دراسة الملف والمقابلة يضيف ذات البيان ودوليا إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع سكاينيوز عربية والشأن في النيجر عنونا البنك الدولي يعلق تمويلاته في النيجر بسبب الانقلاب حيث قال البنك الدولي لأمس الأربعاء أنه قلق من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر وقال البنك في بيان أن شركاته مع القطاع الخاص ستستمر بحذر مضيفا أنه سيراقب الوضع عن كثب بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة وأنفق البنك الدولي في النيجر يضيف هذا المقال 1.5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار يقول وكذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر وقالت متحدثة باسبين في الصندوق النقد في تصريح لوكالة فرانس براس أن الهيئة تواصل متابعة الأوضاع في النيجر باهتمام وتقول نحن قلقون من الأحداث السياسية في النيجر وتداعياتها على البلد والشعب موقع العربية تطرق إلى الشأن السوداني وعنوان مأساة السودان لا تتوقف 6.3 مليون شخص على حافة المجاعة حيث منذ بدء الاقتتال الدامي في أفريل الماضي يقول المقال وأزمات السودان لا تتوقف فبعدما أكدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس الماضي أن المدنيين يعيشون رعبا لا يمكن تصوره في السودان حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع طل شبح المجاعة مجددا يضيف المقال فقد صدر تقرير جديد عن منظمة الفاو المعنية بالأمن الغذائي يكشف أن أكثر من 20.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأضاف أنهما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد كما تبع أن أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 50% من سكان مناطق النزاع يواجهون الجوع الحاد إلى موقع الاندبندنت العربية الذي عنونا سحب نصف كمية الخزان العائم صافر غرب اليمن حيث تتوصل عملية سحب النفط الخام من داخل الناقلة العائمة صافر بعد نحو أسبوع من بدء عملية التفريق وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن أكثر من نصف كمية النفط الموجود على متن الناقلة المهجورة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر غرب اليمن والمحملة بأكثر من مليون برميل من الخام ظلت تشكل خطرا كبيرا على البيئة ونقلت إلى سفينة بديلة حملت اسم اليمن وقال المناسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي على التويتر أن أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة نقل إلى السفينة البديلة اليمن في الأيام السبعة الماضية خلال عملية تستغرق بحسب تصريحات سابقة أقل من ثلاثة أسابيع وأطلقت المنظمة الأممية لأسبوع الماضي عملية سحب حمولة ناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خامي مأربي الخفيف للسفينة الجديدة في عملية تهدف إلى تجنب حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في المنطقة إلى موقع الشرق للأخبار الذي عنوناه بعد هجوم الغرب على اقتصاد روسيا هل حققت العقوبات هدفها حيث يقول المقال فشلت العقوبات الغربية في تركيع اقتصاد روسيا بحسب صحيفة ووستريت جورنال والأمريكية يقول التي حذرت من أن هذا الفشل سيكون له تدعيات على سير المعارك في أوكرانيا وفي الأسبوع الماضي قدم صندوق النقد الدولي بعض الأخبار المتفائلة للكريملين وقائلا أنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% هذا العام مدعوما بإنفاق حكومي مكثف ويأتي ذلك بعد إنكماش بنسبة 2.1% في العام السابق يقول المقال عندما أصبح الاقتصاد الروسي الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم وفقا للصحيفة صحيفة وستريت جورنال يقول المقال ورغم أن الاقتصاديين يتوقعون أن تسبب العقوبات في ركود الاقتصاد الروسي خلال السنوات المقبلة مدعين أن خطوط التصدع بدأت تظهر بالفعل إلى أن ثمت حقيقة تكمن في أن الغرب فشل في تركيع الاقتصاد الروسي يقول كاتب هذا المقال موقع الجزيرة عنونا بلاغ كاذب يتسبب في هلع وإخلاء الكونغرس الأمريكي يقول المقال بعد حالة الهلع الأمني الذي تسبب فيه إنذار بحدوث إطلاق نار في الكونغرس الأمريكي قال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن أن الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب مشيرا إلى أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو وأضاف كارو تلقين بلاغا عن شخص يطلق النار يبدو أنه بلاغ كاذب ولم تقع إصابات ولم نعثر على مطلق النار وكانت شرطة الكونغرس قد أعلنت عن وجود تهديد أمني داخل الكونغرس وأصدرت تحذيرا للموظفين بالإحتماء في أماكنهم ولكنها لم تؤكد حدوث إطلاق نار داخله كذلك قام أفراد الأمن بعملية تفتيش داخل المبنى وخارجه يضيف المقال وطالب الموجودين فيه بالابتعاد عن المنطقة التي لا تزال قيد التفتيش وذكرت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الدفاع المدني أن تهديد الأمني مصدره شخص يعاني على الأرجح من اضطرابات عقلية وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم شكرا على المشاهدة